عملية تصغير السادي من العمليات المهمة ومن العمليات المنتشرة جداً بصورة كبيرة جداً في مصر وفي منطقتنا العربية احنا بنعمل عملية تصغير السادي للسيدات والبنات اللي بيبقى حجم السادي عندهم كبير وبنعملها لأجراء الطبية والأجراء التجميلية وده لأن مشكلة حجم السادي الكبير بيسبب طبعاً إحرار كبير جداً للسيدات والبنات خصوصاً لو كانت البنت سنها صغيرة حجم السدي الكبير بيسبب مشاكل في العمود الفقري في فقرات الظهر وفي فقرات الرقبة بيسبب ألام شديدة جدا في الظهر وفي الرقبة وأحيانا بيسبب التهابات في الجلد عملية تصغير السدي عملية مش صعبة مدتها بتبقى حوالي من ساعتين لتلات ساعات وهي بيبقى لها طرق متعددة جدا فيما يتعلق بطريقة تعاملنا مع الدهون الزيادة والغدد المتضخمة الموجودة في السدي برضو بتتوقف طريقة العملية على حسب درجة التراهل وعلى حسب حجم السدي الجرح بتاعنا ممكن يكون ليه أكتر من شك الجروح بتلتائم تماما في خلال أسبوعين ومستعمل كريمات لمدة شهر أو لمدة شهرين بعد العملية علشان نحاول نخفي أثار الجرح بأقصى طريقة ممكنة فترة النقاها بعد العملية بتكون من أسبوعين لثلاث أسابيع والنتيجة النهائية تماما بتكون بعد حوالي شهرين بعد ما يكون التورم اختفى تماما